أصدقائي أرحب بكم بجوارحي وقلبي وفكري وعواطفي وحتى أيام السوداء أو أيام البيضاء أهلا موضوع اليوم هو كما يلي فوزي القجاع والي الكورة على تراب الويداد والرجاء دون الباقي كان بيودي أن أبتعد مسافة لا تقاس عن نزبلة كرة القدم المغربية وأن أتكلم عن ما ينغص سكني وراحتي أتكلم عن الباشا والعامل والوالي ووزير الداخل الذين يطاردون المواطن كما يطاردون زبابة تتربص بمناخرهم هذه الأمور حصلت لي من زمان وما زالت تحصل لي في أحد الوزير الفتيت الذي اشتهر باليقضة والحزن وسيكون لها فيديو صريح خاص لا مهادنة فيه بعد استخلاص مراحل الاستئنافات الإدارية إن صح التعبير يعني من الباشا للعامل والي للوزير أعود للموضوع منذ زفاتي للكرة المغربية من حوالي سبع سنوات لا أرى لرئيس جامعة الكرة فوزي القجاع سوهم واحد وهو النزول عند رغبات الرجاء والوداد في كرة القدم وفي تدبير كرة القدم محليا وإفريقيا وفيفييا وإلى آخرين في أوروبا كان براسل لنا لا شيء يعلو عن العقل وعلى الواقع وعلى المساوات بين مكونات الأبدان الرياضية وغير الرياضية من الكاتريام ديفيزيو إلى أعلى فرق الكورا المغربية أيام في الكوفيد المرحوس أو أيام كورونا المشؤومة التي تجاوزت عشرات الأيام كثير من استغلوها لترتيب صالونا التغيير الذي يتطلب الاعتكاف الشامل على ما ساهمت الإكراهات الزمنية في تعطيله أو تأخيره أقصد بهذه الصورة المساوية التي تمنحها لنا جامعة الكرة القجوية صحيح هذه الكرة القجوية التي تسهلك المال الوطني وتديب العمر الكراوي لشباب مصدوم من الكراويين مما ترى عيونه وحتان من الكراويين يعني الرسميين وغير الرسميين يعني لاعبين شبان صغار هذا لعم ومتفرجون وحتى مسيرين نزاة قلت وتمحوم عالم يوم جديد مشرق للكرة من حقيقة سنة ينتظره الناس كان المفروض في عصور الكورونا أن يبادر ورهته إلى وضع الواقع الكائب المعرقل للكرة على الطاولة ولم تقوم بذلك الجميع ولا القجاع ولا غير وهذا توضحه قضية جديدة في مواجهة الرجاء بشأن مباراة رسمية لم تحضرها الرجاء هذا الشراء السمر حوالي تمشهور يعني تمشهورشنا هي موسيم كثير من موسيم يعني مشكلة بسيط كثير من موسيم وهما ساكتين عليهم عطلينهم ميحوا بهدلون قلت بشأن مباراة رسمية لم تحضرها الرجاء ولم يترتب عنها مقتضيات أو الطبيق مقتضيات قانونية أبطلتها جامعات لقجع خضوا علم الشيئات الفساد الكراوي المعشش في المغرب فريق غاب المباراة وهو فريق اعتدر أو أقول هو فريق اعتدر وعليه أن يخسر المباراة ولو كانت له من الأعضار ما يجفف البحار للعلم مباراة الأندية عن طريق الكاف هي مباراة ليست وطنية هي مباراة تجارية محضر الكاف والففاد للمباراة عندها واحد الباري واحد المقاييس وعندها محطة إلى الشاركتي ستأخذ كده كده ولأخسرت في هذه ستأخذ كده ولأخسرت في هذه ولأخسرت في هذه هذه مسائل تجارية الآن الكرة هي تجارية فيها فلوس متداولة لماذا تضيع الجديدة؟ لأن الرجاة أردت أن تكسيب المال ما تقولوا ليش بأن الرجاة تبات رسالة للجامعة وقالت لا ما غنجي لا هذه شغلك أنا الجديدة تبررجات المباراة وقصت تلعب أنا كان خصنين هذه السكتالي كان خصنين ديرها دائما لكن الكرة كما هي في عظامي وفي دمائي وكما هي في العالة وكما هي متيرة وكما هي جدابة وكما هي مفيدة وكما هي من ضرورات العصر أو بعض ضرورات العصر أو بعض ضرورات تكويم والإفلات من ضياء والإفلات من البطالة والإفلات من الفقر هذا ما خلتنيش نسكت قضية قد قضية آخيرة ويبسيطة غد نتطرق لها وهي أن القانون بالجانب الجديد ولو كره القجاء والكاف والفيفا والطاس أختم بما يلي تبيان لي أن ملف الحكم التيازي سيطرت عليه الجامعة وضمت التيازي إلى مكاسبها هنيئا لكم معاني طرفين الله يبرك بن سعودة أصدقائي إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة